طيب دلوقتي نتكلم على نقطة مهمة جدا وهي إيجاد المجال إزاي أجيب مجال أي دل عشان أجيب مجال الدوال حنبتدي بتلت دوال أساسية ونعرف مجالهم وبناء عليه نشوف بعد كده إزاي استخدمهم عشان أجيب مجال دوال أخرى الدوال الأساسية هي أول دلة دلة كسيرة الحدود البلونوميالز هي من اسمها دلة يبقى فيها X وفيها Y كسيرة حدود يبقى فيها حدود كل حد من هذه الحدود عبارة عن ثابت حقيقي طبعا لأنني بشتغل أكلها أعداد حقية مضروب في المتغير المستقل X مرفوع لأس صحيح غير سالب يعني إيه صحيح غير سالب؟ يعني يا إما موجب يا إما صفر وطبعا X لما ترفع لأس صفر ديني واحد هذه الدلة مجالها هو فئة الأعداد الحقية R يعني بكتب أن المجال هو مين؟ هو R مجال بتاعي هو R نشوف مع بعض أمثلة على الكلام ده المثال الأول Y تساوي 2X زائد أربعة هل الطرف اليمين ده اللي كسره؟ أه الحد ده عبارة عن ثابت مضروب في X مرفوع لأس واحد طب هنا أربعة مضروبة في X بس X قس كام؟ قس صفر المثال الثاني Y تساوي 5X تربيع زائد 7X هل الطرف اليمين ده كسرة حدود؟ أه ثابت مضروب في X مرفوع لأس اتنين زائد سابت اللي هو السبعة مضروب في X مرفوع لأس واحد مثال الثالث X مرفوع لأس عشر مضروب في كام؟ في واحد زائد 12 مضروب في X مرفوع لأس اتنين زائد 3 مضروب في X A D أقدر لنون هي 3 في X قس كام؟ قس صفر مثال اللي بعد كده X تكعيب يبقى هنا D مضروب في كام؟ في واحد في X تكعيب هنا واحد في X تربيع هنا واحد في X وهكذا يبقى كل الدوال اللي قدام دي كسرة حدود وطالما كسرة حدود يبقى مجالها مين؟ مجالها R يبقى أول دالة أساسية هي دالة كسرة الحدود وعرفنا إزاي نحددها مجالها دايما مين R النوع التاني أو الدالة التانية اللي يبقى يسموها الدالة الكسرية fractional function يعني دالة كسرية يعني في بسط وفي مقام في بسط وفي مقام كل من البسط والمقام عبارة عن دوال كسيرات حدود لازم يكون البسط والمقام كسيرات حدود طيب لو ما كانش نسميها حاجة تانية بعد كده إن شاء الله طيب هذه الدالة مجالها هو مين؟ هو R ما عدد أصفار المقام إيه هي أصفار المقام؟ القيم اللي تخلي المقام بكام؟ بصفر لأن لو عوضت عن قيمة X اللي تخلي المقام بصفر هيبقى عدد على صفر يسوي ماله نهاية وده عدد غير حقيقي أوكي وبكتب المجال بقى إن هو دي المجال هو عبارة عن R ما عدد اللي هي ناقص كده الزيروز المقصود بالزيروز اللي هي أصفار المقام أما إذا كان أي من البسط أو المقام ليس كسيرة حدود فقلنا إن هي بنسميها دالة غير كسرية نشوف مع بعض أمثلة على الكلام ده المثال الأول لما يقول لي X تربية على ناقص X على X تربية ناقص واحد البسط كسيرة حدود والمقام كسيرة حدود أجيبي المجال إزاي؟ المجال بيسوي R مع عدد أصفر المقام إيه اللي يخلي المقام ده بصفر؟ إن الـ X تاخد واحد أو سلب واحد يبقى عشان كده كتبت R مع عدد السلب واحد والكام والواحد مثال تاني ويبيتسوي واحد على X كسيرة حدود بسط أيوة كسيرة حدود المقام أيوة يبقى المجال هو R مع عدد أصفر المقام إيه اللي يخلي المقام بصفر؟ إن الإكس تاخد كام؟ صفر مثالي بعد كده Y بتساوي 13 على إكس نقص 1 البسط كثيرة حدود؟ نعم المقام كثيرة حدود؟ نعم يبقى المجال هو مين؟ R معدى أصفر المقام إيه اللي يخلي المقام هنا بصفر؟ إن الإكس تاخد 1 يبقى الر معدى الواحد اللي بعدها Y بتساوي بسط ومقام البسط كثيرة حدود والمقام كثيرة حدود يبقى المجال بتاع R مع عدى أصفار المقام إيه اللي يخلي المقام بصفر أخد خط كده وأقول X تربيع زائد 2 X ناقص 3 أسواها بالصفر ده يتحلل يتحلل لX في X الناقص 3 تبقى زائد 3 في ناقص 1 طيب قصين مضربين في بعض بيصوي صفر يبقى الأول اللي هو X زائد 3 يصوي صفر يبقى الأكس بتساوي سلب 3 يأما X ناقص 1 تساوي صفر يبقى الأكس تساوي 1 يبقى المجال بتاعه هو R مع عدى السلب 3 والواحد ناخد مثال كمان X تربيع ناقص X على X تربيع زائد X ده اللي كسرية لأن البسط والمقام كسرات حدود طيب المجال هنا بكام بR مع عدى أصفار المقام طيب أنت ما كتبتش ليه أصفار المقام لأن المقام ده اللي هو X تربيع زائد 1 عمره ما يساوي كام ما يساوي الصفر الاكس دي لو مجابة أو سلبة فتربيعها هيكون مجاب أجمع عليها 1 هيكون مجاب يبقى عمرها ما تساوي كام ما تساوي الصفر وعشان كده قلت أن هي R المجال هنا هو الأعداد الحقية كلها